بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقات الماضية تحدثنا عن بعض أسرار خلق الشمس ونواصل حديثنا اليوم عن أسرار جديدة في الشمس لأن الشمس نجم غازي مضغوط يعني هي غازات مضغوطة فإن أجزاءها المختلفة تلف بسرعات مختلفة فالمنطقة الاستوائية في الشمس تدور دورة كاملة كل 24 ساعة حول نفسها يعني الشمس تدور حول نفسها أيضا وعند القطبين قطبين الشمس تستغرق الدورة 34 يوما وفيما بين هاتين المنطقتين تدور أجزاء الشمس بسرعات مختلفة تدور حول نفسها بسرعات مختلفة لأنها غازات ليست مادة صلبة ولدورات النشاط الشمسي أهمية لما يجري على سطح الأرض فإن البقعة الشمسية الكثيرة تطلق جسيمات ناشطة في ثورة هائلة تسمى الوهج الشمسي وقد يغطي الوهج الواحد من ساعة تصل إلى ألف ميل مربع وتصل إشعاعاته إلى الأرض وتؤثر على مواسم الجفاف والفيضانات وتعطل الاتصالات اللاسلكية ولوهج الشمس أهمية خاصة للمخلوقات على سطح الأرض نقرأ في سورة النبأ عن ذلك علما في قول الله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانطلق من سطح الشمس ألسنة من اللهب تسمى الشواظ إلى علو كبير جدا قد يصل إلى 200 ألف ميل أو أكثر ويلاحظ العلماء شواظ الشمس أثناء كسوف الشمس يشاهدونها بعيونهم أثناء كسوف الشمس في يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم حدث كسوف للشمس فاعتقد كثير من الناس أن الشمس شاركت النبي صلى الله عليه وسلم أحزانه لموت ابنه فحدث لا ما حدث وانكدر ضوءها ولو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا لترك الناس على اعتقادهم ليزداد في نظرهم مهابة وعلوا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن سمع ما تناقله الناس واعتقدوه حتى جمعهم وقال له إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد أو حياته صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كسوف الشمس ظاهرة كونية عجيبة الوهج الشمسي المنبعث من سطح الشمس يجعل هناك هالة حول الشمس وغازات الهالة رقيقة تعكس الضوء وتبدو على شكل هالة كما نرى في صورة وفي هذا المشهد الصحب في جو الأرض تحجو المدى الكامل للهالة ولكن تمر الهيوم وتبدو الهالة بكاملها ممتدة من الشمس يعني من سطح الشمس إلى أكثر من 800 كيلو كيلو متر وتبلغ حرارة الهالة مليون درجة والمعلومات المسجلة عنها توتيح للعلماء الفرصة لدراسة خصائص الغاز شديد الحرارة أحيانا تصل أشعة الهالة الخارجية إلى الأرض فترفع حرارة الطبقات الجو العليا وتؤثر في مجال الأرض المغناطيسي والشفق القطبي أو النور الشمالي مصدر الأشعة الممبعثة من هالة الشمس كل صورة وكل مراقبة للهالة لا بد أن تكون سريعة ومحكمة لأن القمر يمر في أقل من دقيقتين ويعود نور الشمس كاملا بالسرعة التي اختفى به ويستمد العلماء معرفة جديدة عن الشمس ومعلومات وقياسات جديدة لا تتوفر إلا من حالة كسوف الشمس وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي يظل جمع المعلومات عن الكسوف بطيئا لأن جميع الكسوفات الكليا الحاصلة في عمر أي إنسان لا تبلغ في مجموعة الساعتين لا تبلغ في مجموعة الساعتين ولأن لحرارة الشمس وضوئها وغازاتها تأثيرا مباشرا في الحياة على الأرض فإن دراسات الكسوف ذات همية بالغة لنا ولكن شمسنا نجم واحد من سماء يتعدى حجمها نطاق الفكر ملايين الملايين من النجوم في الفضاء الكوني ماذا نستطيع أن نكتشف من الكون الذي شمسنا فيه لا تزيد عن ذرة في غاية الصغر الشمس تسبح في الفضاء الكوني في سرعة هائلة جدا ولقد استعمل القرآن لفظ الجري ليدل على سرعة حركة الشمس ذلك لأن الشمس تجري في الفضاء بسرعة سبعة آلاف ميل في الدقيقة وتجري لمستقر لها في الكون كما أخبرنا الله عز وجل في سورة ياسين والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم حول بعض المعاني في هذه الآية يحدثنا الشيخ محمد بتولي الشعراء الشمس آيات من آيات الله في الوبود ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر في هذه الآيات لها ظاهر نحس ولها بواطن محف حركها ولا نعلم من أمر هذه البواطن شيء إلا أننا نستفيد من ضوئها وكذا وكذا إنما ليه عملية هذه زي ما بان افتح التلفزيون أنا لا أعرف إنه المسوضة يريدون القناة الأولى واخذ من إنما إذن اللي بينعمل عشان دي ما ما أعرف هاش يبقى اللي يعرف المهندس اللي عملها فإذا قال لي أكف عندما قال القرآن جاء ليخاطئ أمة العرب الذي سموها أمة الجاهلية واختار هذه الأمم لأقل أمم الأرض ثقافة لا يحكمها نظام واحد بل كل قبيلة لها قانونها ولها نظامها ولها مغداها ولها مراحوها لأنه لو جاء القرآن في أمة متحضرة لقالوا قفزة حضارية نعم طبعا إنما بيقول الأمة أمية نعم والرسول اللي جاي لها أمي يعني ما استفش حاجة من بشر نعم فإذا ما جاء لك بما يفوق نظم البشر فيجب أن تتنبه إلى من أرسله بهذه يبقى الأميات فيه شرف نعم الأميات فيه علوية الأمة في الجاهلية ومعلوية نعم ولذلك لما آمل العصول وحب يعمل الدعوة وبيحمي اختيار الدعوة بالسيف مش بيفرضها نعم بيحمي اختيار الاختيار لم لم يدرب أحدا على أن يحمل سلاحا لأنهم طول عمرهم كل يوم في معارك ومدر العيل والست وكل ولذلك ساعة معاب النفير ما فيش مدرسة كل ولم يوطنهم بمدن فيها فيلل وفيها مقومات حياة ويصعب عليهم يسيبوه بل جعل وطن كل الجزيرة وبيتوا على ظهر الجمل يحطوا زي ما يحطوا يعني يقولون بتعدل هذه المهمة فلما تعدل هذه المهمة كان واجب أن يخاطبها الله خطابا يتسع لما يجد بها من ارتقاءات فوق العقول ولا يصادم ما فيها من جهالة بقوانين الحياة فلازم الشيء اللي فيه تصعوبة شوية يعالجه بحكمة ذي القرآن حكيم لو جاء اللوم ده الشمس بتجري وبتدور وبتروح وبتنجل كلمة تحدث ودي مش مطلوبة لأن مش المطلوب استفادة الإنسان علم الإنسان بكيف يستفيد المهم أنه يستفيد من هذه إنما دعرف كيف تستفيد ما لكش دعوه بها بأنت ما لكش مصلحة بها فالحق سبحانه وتعال يأتي في الأمور اللي لها ظاهر ولها باطل ويتكلم عن المساء اللي تمثل فييجي الآية دي بس شمسه تاجري لمستقر لها أنا بشوفها بتقرى صحيح ما هي بتطلع من عند نخلة مش عارف مين وتغيب عند عين مش عارف وبعد تصبح تيجي مش عارف طب هي غابت هنا وقاتلي هنا من طب ما هي لازم مشيت من تحت كده مش عارف قال لا يبقى قطعة المسافة الهالحال اللي هي بيسموها خط إهليجي خط الإهليجي ده تبقى لازم تبقى لازم تبقى غابت هنا وطلعت من هنا تبقى ما رجعت ليش كده تبقى لازم مش يطوال كده يبقى يفهم مندي على قده وبعد انهي تجلي مستقر اللي قال لك لأن الجريان له مستقرات كل يوم مستقر ولذلك المعبد اللي تعملت في الصعيد اللي تدخل المعبد من دول فيه 365 طاقة كل يوم الشمس تطلع من طاقة تبص في الحتة التانية وتقول الشمس تطلع عندك تقول لا والطاقة كده الله ايه الحكمة الوضع ده لازم مشى بنظام ايه بنظام دقيق نظام دقيق قوي ونجلك لما قعد يقول ده الارض بتور والارض مش عارب ايه والعلماء السطحيين بالدين هدولك ده تخريف تخريف طيب اه بقولك الساعة كذا هيحصل خسوف الساعة كذا هيحصل خسوف وده كل وده حلق هتدي له علم غيب بقى ولا ايه ده يبقى الحسابات اللي بنها بنها على ايه على اشياء ثابتة الشمس والقمر وايه بحسبان ولا بحسبان زي الساعة المضبوطة انا ما ضبطت وقت اللي على الساعة الا لان الساعة في ذاته مضبوطة هي مضبوطة نفسي فالشمس تنجل إلى مستقر الله وبعدين تبين انها لها هي ومجموعته طب بتمشي وتسيب مجموعته لا لأ ده مجموعتها وياها بنسبة سيرها اه اه ماما بنسبة سيرها وكلهم كده وتتحرك هي كلها بينه ووضعونا بالنسبة لبعد واحد ما بيتغيرش تبقى عايزة حساب ايه دي عايزة حساب من اذق ما يمكن فأذح هنا ما يقول الله للشمس ينبغي لأنتدك القمر ولا الليل سابق النهار نقول صحيح العرب كانوا يعتقدوا ان الليل يسبق النهار بدليل لما ربنا شرع لهم شرع لهم الصيام بالليل مش بالنهار يسبط رمضان وبليلة نعم مش بنهاره لكن اليوم الشمس يسبط الشمس لأنها بتغيب وتيجي لما يقدرش يديني ابتداء الشهر معرفش ابتداء الشهر من الشمس القمر يديه لأن فيه علامة مميزة نعم بيبقى قد كده وبعنين يكبر وغير فالحق سبحانه وتعالى قال لهم صحيح وأنت بتقولهم أن الليل سابق النهار الليل مش سابق النهار وهما بيعتقد الليل بيسبق النهار يبقى فيه اعتقاد مقابل وهو أنه لا يسبق الليل مش كده طب هما أنه لا يسبق الليل لم يعارض فيها إنما عرضوا فيها الليل يسبق النهار يبقى تطلع الحصيل شيء لم يعارض فيه وشيء عدد لهم المعارضة يبقى لا الليل سابق النهار ولا النهار سابق الليل ازاي بقى دي قال لك لو الارض مسطحة كان اذا طلعت كده نشوف وتخلقت على عقاة ان تواجه الارض يبقى النهار جيه الاول وبعدين تغيب يجي الليل طب اختين خلقت على عقاة ان لا تواجه يبقى الليل جيه الاول وعدا تطلع لدى سابق ولدى سابق قال لك لا تكونوا الا مكورة فساعة الشمس ما عملت كده الجزء المواجه وكان نهارا وفي الوقت نفس الجزء اللي مش مواجه ليه وبعدين يمشي كده يجي الليل ويمشي كده يجي النهار يبقى اتعامل في وقت واحد ووجد الليل والنهار وفي وقت واحد فيبقى لدى سابق ولادى ايه والشمس تزري لمستقر الله هذا المستقر هل هو الاستقرار بتاع مطلع كل يوم يعني النهار مش مش ميكانيكا تروح منها وتجي من هنا لا دى العظم بقى انها تروح من هنا وبعدين تجي بنص درجة النهار دى نص درجة بكرة تبقى الله تبقى الارض وهي حركتها وحركة الشمس حركة مضبوطة تمام حركة مضبوطة وايضا ان بعدين يقول لك في عندنا حتقول ان الشمس تشوخ من مغربها نعم نعم قال ان هذه تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجاعي من حيث جئتي فترجع فتصبح طالعة من مطلعها الى ان قال ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي الى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها ارتفعي اصبح طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها ثم قال اتدرون متى ذاكم ذاك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا في الحلقة الماضية تحدثنا عن التفسير العلمي لسجود الشمس تحت العرش وعن معنى قوله تعالى ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا ما معنى طلوع الشمس من مغربها في اخر الزمان يحدثنا عن ذلك الاستاذ الدكتور احمد عمر هاشم رئيس جامعة الازهر الله 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 يا الله روى مسلم في صحيحة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها هذا الحديث يشير الى احدى علامات الساعة الكبرى فالساعة لها علامات صغرى وعلامات كبرى ولعلنا نذكر في حديث جبريل وفي سؤاله للرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة قول الرسول صلى الله عليه وسلم نذكر قوله ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة من السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل نعم وسأخبرك عن أشراطها نعم أن تلد أي عن علاماتها أن تلد الأمة ربتها وأن يتطاول رعاة الإبل البهم في البنيان إلى آخر الحديث فكأنه أشار إلى أمول وقعت بالفعل وهذه الأمور التي وقعت يعتبرها العلماء من علامات الساعة الصغرى لكن لها علامات كبرى من علامات الساعة الكبرى أن تطلع الشمس من مغربها كما أشار هذا الحديث الذي تفضلتم بالإشارة إليه ومن علامات الساعة الكبرى نزول المسيح الدجال ونزول المهدي المنتظر ونزول خروج دابة من الأرض تكلم الناس كل هذه ودخان إلى آخر هذه العلماء فطلع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى وهو يدل على أمرين أما الأمر الأول فهو يدل على أن مالك هذا الكون وخالقه إله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يستطيع أن يجعل الشمس تخرج من مشرقها وأن تخرج أيضا من مغربها وأن تغرب في مغربها وأن تغرب من مشرقها لأنه خالق الأسباب ومسبب الأسباب فهو قادر على كل شيء ثم يحمل هذا الحديث أيضا دليلا آخر يفهم أولئك الماديين الطبيعيين الذين يقولون إن هذا الكون يسير بطبيعته وبطريق المصادفة وأن الطبيعة ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة أي أن الذين يقولون بأن طبيعة تسير هذا الكون نقول لهم كيف إذن خرجت الشمس من مغربها وهي التي لا تخرج من مشرقها ثم يحمل دلالة على تغير الأوضاع لأن الأوضاع عند قيام الساعة تتبدل الأرض والسماوات ويتغير الأوضاع وتشرق الشمس من مغربها كما أشار الحديث وفي هذا إشارة إلى علامات الساعة الكبرى ثم تعلمي أن هذا دكتور نعم أن في آخر الزمن ستنعكس حركات الكون وبالتالي تدور الأرض عكس دوراني الحالي وذلك يعني حينكمش الكون وينفجر لا شك نعم وفي هذا دلالة على أن الأمر الذي كان الناس يعيشون عليه قد انتهى نعم وأن الحياة آذنت بانتهائها وأن الساعة قد آن أوانوا حدثنا عالم الدين الجليل عن وجه من وجوه العلم في الآية الكريمة في الحديث النبوي الشريف وجه من وجوه العلم في الحديث النبوي الشريف وتبقى وجوه أخرى للعلم في الحديث النبوي الشريف وإذا وضعنا التقدم العلمي في خدمة التفسير فسوف نفهم تفسيرا علميا لم يكن معروفا من قبل في سنة 1929 اكتشف عالم الفيزياء المعروف أودون هابل اكتشافا علميا عجيبا قال هذا الاكتشاف أن الكون يتسع باستمرار يتسع مثل بالون ينتفق باستمرار فإزداد حجما واتساعا ذلك أنه اكتشف أن المجرات تتباعد عن بعضها البعض وشبهها بنقاط مرسومة على بالون ضخط كلما ازداد البالون انتفاخا كلما ازدادت النقاط تباعدا وقال لا يزال الكون يتسع حتى الآن وقد يكون ذلك من بعض المعاني في قول الله تعالى في سورة الذاريات والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون يقول العلماء إن تمدد الكون والتساعه هو من تأثير الانفجار الكوني الأول بيك بانج الذي حدث في السماء الدخانية الأولى منذ نحو 15 ألف مليون سنة وكان ذلك الانفجار الهائل هو بداية تكون النجوم والكواكب والمجرات وقالوا العلماء اكتشفوا أنه سيأتي يوم يتوقف فيه تساع الكون عندما تصير قوة جاذبية مركز الكون أقوى من قوة تأثير ذلك الانفجار الرهيب الذي حدث فيه أو الكون أو الخلق الكون إذا حدث ذلك يبدأ الكون في الانكماش حينئذ تتقارب المجرات والنجوم من بعضها البعض ويصاحب حركة الانكماش هذه إنعكاث في حركات الكواكب والنجوم من أجل ذلك تغرب الشمس في مشق الأرض وتطلع من مغربها كما قرر الحديث النبوي الشريف وتطلع من مغربها نعم ولكن متى يحدث ذلك يحدث ذلك قبيل انفجار الكون ككله وتحوله إلى غبار كوني وسماء دخانية ثانية فكما بدأ الله تعالى خلق الكون بسماء دخانية كما قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسوف ينع الكون بسماء دخانية ثانية كما قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين وتطوى السماء وتقوم الساعة فذلك قول الله عز وجل في سورة الأنبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إذن فالشمس تطلع من مغربها قبيل يوم القيامة نقرأ عن ذلك في سورة الأنعام يقول تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك وطلع الشمس من مغربها قبيل قيام الساعة فذلك حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشمس فترجع طالعة من مغربها أتدرون متى ذاكم ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وصدق الله تعالى وصدق رسوله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة